بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الدارس وعزيزي مشاهد مرحبا بكم مرة أخرى في تلفزيون جامعة السودان المفتوحة لمواصل ما بدناه من شرح مغرر أساسيات الانتاج الحيواني كنا في المرة السابقة لكلامنا في الوحيد الأولى عن نمات المتبعة في تربتس أو رعاية الحيوان في السودان بصفة عامة ومعاوقات المشاكل التي تتجع من هذه الأماط اليوم في الوحيد الثاني سنتحدث عن تربية الحيوان يعرف التربية بصفة عامة بأنه فرع من علوم الانتاج الحيوان المختصة بالدراسة وتحسين قدرات الحيوان من نواحة الانتاجية بصفة عامة ومن ناحية الوراثية بصفة خاصة وذلك تحت ظروف وعوامل بيئية واختصادية محددة ملائمة لاستغلال الأمثل لقدرات الحيوان تربية الحيوان بتعتمد على عاملين أساسيين عملية الانتخاب وعملية التربية أو تزاوج في الوقت الحاضر سنتحدث عن الانتخاب ما هو الانتخاب يعرف الانتخاب بأنه هو تفضيل بعض أفراد العشيرة أو القطيع ليكونوا آباء الجيل القادم بناء على قدراتهم الوراثية والسلوكية يعني اختيار الأحسن بين هؤلاء الأفراد ليكون آباء عشان يدون أجيال قادمة بنصف الثيارات الوراثية الممتازة في القطيع الأم طيب أنواع الانتخاب فين هو عين من الانتخاب الانتخاب الطبيعي والانتخاب الممارس ما هو الانتخاب الطبيعي هو الذي تمارسه الطبيعة أو يمارسه الطبيعة بصفة عشوائية يعني بدون أي تخطيط له وده عادة بيكون ممارسة في الحيوانات القابة بصفة عامة أو الحيوانات التي تكون على الطبيعة موجودة في هذا الموع بيكون فيه الحيوانات القوية معافاة من ناحية مرض أو من ناحية أيها هي التي تستطيع أن تواكب هذه الطبيعة وتقاوم عواملها عشان تعيش ونضرب مساء لذلك هو مثلا في حيوانات الوحشية اللي هي فيها الحيوانات المفترسة والحيوانات المفترسة أحسن مثلا لذلك قطيع من الصيد أو حمير الوحش عائشة بيختنصها الأسد ويهاجمها فتركت هذه الحيوانات أي حيوان سريع هو يستطيع أن يتغلب على الأسد وينجو من افتراسي أي حيوان ضعيف لعاهات أو مرض هو يكون فريسة سهلة لهذا الحيوان يفتري ينقرد هذا الحيوان ويواصل حيوان القوي مسيرة العطاء بالنسبة لقطيعه ويبدأ جيل جديد يعني بمعنى أن بمعنى آخر هو البغاء للأصلح أو البغاء للأقوى وبالتالي الحيوانات القوية هي التي تستطيع أن تواصل العطاء وتكون آباء لأجيال قادمة وبالتالي تكون قطيع جديد معافة والحيوانات الضعيفة لو كانت ضعيفة العمر أو ضعيفة من المرض أو ضعيفة لعاهة هي التي يحصل لها إقصاء من القطيع وتنقرد هذا النوع من الانتخاب هو من أسهل أنواع الانتخابات لكن بطيء في مردوده أو ناتجه فبالتالي هو منتخاب سارت عليه الحيوانات منذ الخليقة وانقردت بهذا النوع من الانتخاب انقردت حيوانات كثيرة لم تستطيع ان تقاوم يا البيئة أو الطخص يعني الضغنصورات انتهت لأنها كانت تحتمل على البيئة وطالما تغيرت البيئة تغير السلوك الانتخابي وتغير السلوك الوراسي وتغير السلوك الغذائي وبالتالي انقرضت نجي الانتخاب الثاني هو الانتخاب الممارس هذا النوع هو الذي مارسه الانسان باختياره لبعض الافراد من القطاع القطيع ومن خلال ملاحظته لسلوكية هذه الحيوانات من ناحية الانتاجية أو من ناحية القذائية أو من ناحية موامة الامرات اختار هذه الحيوانات بالفطرة بدأ بالفطرة ويختار الانسان عندما استأنث بعض الحيوانات بالذات الأبقار أو الحيوانات الأليم يختار الاستفادة منها من انتاجها لو كان انتاج حوم أو كان انتاج ألبان وكذا في خلال تعامل مع هذه الحيوانات وجدت أن بعض الحيوانات عندما تأكل أو يعتنى بها يكون عندها نمط معين من انتاج يا زيادة في اللبن أو زيادة في اللحم أو زيادة في الوبر بفطرته قسم الحيوانات دي على حسب سلوكياتها وبدأ يتعامل معها وبالتالي هذه الحيوانات على حسب التقسيم بتاعها بدأت تدي أفراد من خلال التزاوج عندهم نفس النمط الإنتاجي أو السلوك الإنتاجي وكورت بعد ذلك مجموعات فيما بعد تعرض بالسلالات الانتخاب هو العامل الأساسي المؤثر في عملية التربية لأنه يلعب الدور الأساسي في خلق أنماط جديدة وليس حيوانات جديدة يعني مثلا الأبقار ما حيجب لنا حاجة غير الأبقار من حيوان لا يسبح البقر ولا يسبح حيوانات أخرى لا بجيب لنا حيوانات هي أبقار جديدة في نمط السلوكي بما قلت في شكلها العام أبقار لكن تدينا إنتاج اللحم في شكلها العام أبقار لكن تدينا إنتاج اللبن وكذلك في الحيوانات أخرى الضان ضان معين في إنتاج الصوف أو إنتاج اللحم بتكوينات معين كيف يحصل هذا دور الانتخاب في العملية الانتخابي دي أنه بعيدة تشكيل الوراسية وعيدة رصة الجينات الوراسية يعيدة رصها بنمط جديد عشان يدهينا يعني ما تجيب له جينات من خارج هذه الجينات لا بعيدة تشكيل الوراسية دي وعيدة تكوينا في سلسة معينة يعني تدينا النمط السلوكي المعين هذا هو الدور الأساسي في عملية الدورة العام والانتخاب هناك طرق مختلفة للانتخاب يعني عرفنا وقلنا هو انتخاب هو اختيار الآباء الأمثل ذو التركيب الوراسية الجيدة عشان يكونوا آباء الجيدة القادمة كيف يركم في ذي ثلاثة طرق الانتخاب الانتخاب المتسلسل والانتخاب عن طريقة الاستبعاد بالمستويات المستقلة والطريقة الانتخاب أو دري انتخاب فيه انتخاب واندكس نفسك الأول الانتخاب المتسلسل هو يتم فيه الانتخاب لصيفة واحدة المربي أو عالم المراسة أو المربي يختار الحيوانات لصفة معينة واحدة مثل انتاج اللبن أو انتاج الصوف أو انتاج اللحب بصفة عامة يمسك المربي هذه الصفة لحد ما يوصلها للمستوى المطلوب اقتصاديا ثم يتحول للصفة الثانية في نفس المجنوعة ويبتدى يتام اذا مسكنا مثلا بسيط درينا حيوانات لانتاج اللبن يبتدى بربي يشتغل على انتخاب هذه الصفة لحد ما يوصلها المستوى الجيد المطلوب بالناحية الاقتصادية بعدك يبتدى يستغل الصفة الثانية في داخل انتاج اللبن تحسين أو ارتفاع بصفة نساة الدينة في اللبن بزادة يبتدى يشتغل في نفس الحيوانات ويوصل هذه الصفة للحد المطلوب وبعد ذلك يتحول للصفة الثانية والثالثة أو الرابعة والخمسة عشان يصل الحيوان المسالي للانتاجية العالية من كان لبن وانتاج ذو نسبة معينة من الدين وغاوما للأمراض وكذا هذا النوع من الانتخاب المستسل هو فيه نوع من التدقيق عن الانتخاب الصفات لكن من ما نقول مع وقاته ما نقول من يعني مضاره نقول من مع وقاته طم أنه بطيء وبياخد وقت طويل جدا تصل لمرحلة معينة لصفة معينة ثم تنتقل للصفة الثانية وبعد الصفة الثالثة بتاخد وقت طويل لكن هو دقيق في شهر الطريقة الثانية هي الانتخاب عن طريقة الاستباعات بالمستويات هذه الطريقة يتم الانتخاب فيها لصفتين أو أكثر ولا يتم انتخاب أي حيوان ما لم يصل حدا معينا لقصة من الصفات المطلوبة بمعنى إيه يكون داري انتخاب صفتين مثلا نمسك انتخاب لصفة اللبن عاوزين حيوان يكون عنده نسبة معينة ممتازة من ذلك اللبن وفي نفس الوقت صفة معينة أو نسبة معينة ممتازة لنسبة الدهن في اللبن ذاته فقوم اخدت لي حد أدنى أقول أنه دار حيوانات بتدي على أجل بتديني انتاجية معينة من اللبن دي وفي نفس الوقت بتديني انتاجية معينة من اللبن وفي المجموعة اللي بنتخب منها أنا أشوف الحيوانات فيها الصفات دي الصفات صفتين دين انتخبوهما وأبعد باقي كل الحيوانات الأخرى من القطيع وبالتالي يكون عندي حيوانات منتخبة بصفتين أساسيا الطريقة دي هي طريقة طبعا أسرع لكن من عيوبة أنه في كثير من الحيان قد تضحي بصفت لأبغار عنده انتاجها عالي من اللبن لكن نسبة دي فيه أقل فالتالي تتتسابعة نحن ما قلنا عنده حال أدنى ده لي حيوان بديني نسبة دي فيه مثلا انتاجها اللبن فيه 30 ونسبة دي فيه مثلا 3 أو 4 في المجموعة دي يكون في حيوانات نسبة دي الانتاجها اللبن فيها 40 مثلا طول في اليوم لكن نسبة دي فيه أقل المربي استبعت هذه الحيوانات البتندي 40 رسمية اللبن من أجل أنه القليل حيوانات بتندي إنتاجية بتاعت 3 أو 4 نزمة نزمة الديثية فبالتالي ضحى بحيوانات إنتاجية عالية بسبب أنه دائر حد معين من الديهن وبالتالي هذا العيب الأساسي لكنه تعتبر أحسن من الأولى لأنه تتخف عن طريق صفتين أو أكثر لكن بالضحي بين نظر الحيوانات الطريقة الثالثة هي دليل الانتخاب في هذه الطريقة ينطيب من الانتخاب أو انتخاب حيوانات لأكثر من صفتين لثلاثة أو أربعة صفت وراثية وهذه الطريقة تعتبر هي الطريقة الأحسن والطريقة الأكفى والطريقة الأسرع ليه؟ لأن الإنسان أو المربي يختار دليل الانتخاب اللي يسميه سالكين ديكس بيختار لأكثر من صفة معينة فبالتالي بيكسب وقت لإنتاج أسرع أو الانتخاب أسرع المربي في الحالة دي بتاعت دليل الانتخاب بيختار كم صفة على حسب القيمة الاقتصادية بتاعتها يعني إنتاج لبن ذات نزمة دهن ذات مغاومة أمراض ذات كفاءة غذائية عالية بكل صفة من الصفات دين بيديها دليل انتخابي أو بيديها وزن انتخابي معين يبنى هذا الوزن على القيمة الاقتصادية بتاعتها ودي بيتي بطريقة إحصائية معقدة حقيقة فبالتالي بيشوف أهم صفة هو عاوزة بيديها الوزن الأكبر وعلى هذا الوزن بيشوف مدى ارتباط الصفات الأخرى مع هذا الوزن وبيديه بيطلع منه اللي هو دليل انتخابه معين وابتدي بيضرب عليه المجموع الناتج من هذه العملية الإحصائية بيكون القيمة الاقتصادية للحيوانات ديها وبالتالي يخط حيواناته على حسب الحيوانات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى هي التي تنتخب فبالتالي هذا بيعتبر هو من أحسن وجازه يعني في الوقت الحالي هو الطريقة المستل الممكن تتبعه في انتخاب الحيوانات بذات السلالات العالمية تم اقتخابه بطريقة دي يقول لك هذه السلالة مشورة بانتاجية عالية من اللبن مشورة بانتاجية عالية من الدين مشورة بمقاومة من الأمراض فيها قوة انتخابة عالية واتدين سلالاته أقرب لسلالات الأموزج بالنسبة لها في عالم وميدان التربية هذه طرق الانتخاب داخل هذه الطرق المربي بمارس أنواع من الانتخاب وطريقة الانتخاب قلنا بتتبني على الصفة المنتخبة طيب الفرق بين انواع الانتخاب الفردي اللي هو يمارس داخل طرق الانتخاب أنا عاوز الدارس يركز معي على الحكاية دي أنواع الانتخاب أنواع هي تمارس داخل الطرق هناك انتخاب الصفة لكن بنتخبها بيات نوع النوع ده بتبني على المكون الوراسي أو الغور الوراسية لصلة المنتخبة فبالتالي عندنا عدة أنواع الأولى الانتخاب الفردي الانتخاب الفردي معناه يستعمل المربي في هذا النوع للانتخاب الصفات الوراسية العالية التوريس أي التي تورس أو تمتلك مكافئ وراسي عالي مثل إنتاج اللحوم أو وهنا أحب أنوه لأن المكافئة الوراسي هي نسبة الجينات النسبة المائوية من الجينات التي تنتخب من الأب للأبناء عندها نسبة معينة تنتخب وعندها معادلة تعرض بها النسبة دي تسمى بالمكافئة الوراسي فالمكافئة الوراسي يعرض به النسبة المائوية من الجينات الموروسة التي تنتخب من الآباء إلى الجينات كلما عدد الجينات مشى أعلى أو نسبة الجينات أعلى يبقى هي نصف ذات نسبة وراسية عالية وكلما قلت النسبة بتاعت الجينات هي ذات نسبة وراسية منقفضة والمربي لازم يخلي باله من هذا وبالتالي أنواع الانتخاب هي تعتمد أساسا على قوة التوريس الانتخاب الفردي بيتم دائما للصفات العالية للتوريس وأكثر مثلا لها إنتاج اللحم اللحوم المكافر الوراثي بتاعه عالي أو قوة التوريس فيها عالية تصل لستين في المئة وهنا نحب نذكر نسبة التوريس عالية مع أنها التحسين الوراثي بيتم نتيجة للثم الوراثية وليس للعوامل البيئية الأخرى ذهي التغذية أو المناخ كده فإذا كان نسبة التوريس الانتاعي اللحم عالية وبرضه الصوف والألوان دور الحيوان دي كلها صفاته راسية عالية بمعنى السلوك الحيوان فيها بيتم نتيجة للقيمة الوراثية الموجودة فيها وليس في البيئة اللي هو عايش فيها ففي الانتخاب الفردي بيتم انتخاب على الأفراد فقط وليس على المجموعات الانتخاب العائلي هو أكثر الانتخاب الفردي بيتم فيه الانتخاب عن طريق العائلة أو المجموعة كلها الموجودة والعائلة بصفات أوراسية محددة داخل العشيرة أو نسميها عشيرة داخل السلالة هذه العشيرة أو هذه الأفراد العائلة نتيجة لسلوكهم الانتاج العالي بيتم انتخاب الأفراد منهم عشان يكونوا هما مكونوا للقطع يعني وصل العائلة أحسنهم بنختارهم عشان يكونوا مجموعة بتاعة الآباء والأمهات ويتزاوجوا عشان يدون القطع المتقدم النوع الثالث هو الانتخاب عن طريق الأسلاف أو الأجدال نحن بالبلد نسميه شجرة العائلة هي عملية اختيار الأفراد الذي يراد لهم أن يكونوا آباء الجيال القادمة في عمر مبكر دي هم حاجة هناك كنا بنختار من خلال السلوك المباشر للفرد أو السلوك المباشر للعائلة عن طريق الأسلاف هنا بنختار الأفراد منهم صغار بناء على سلوك أجدادهم أو آباءهم الأسلاف القدامة من شجرة العائلة تالما كانت مثلا قبيلة مثلا في البنفونع قبيلة مشهورة أنها كانت بالشجاعة مشهورة بالكرم بنختار منهم أفراد منهم صغار إذا طبقنا الحكاية عن الحيوانات مثلا سلالة مشهورة أنها كانت من أشهر الحيوانات في إنتاج اللبن أو مغاومة الأمراض نقوم نختار منها من هذه السلالة بناء على السمعة الطيبة دي اللي عندها الأسلاف نختار أفراد من عمر مبكر صغار منهم عمر حتى في سن الفطام ونبتدل ربيهم بناء على سجيل الله الموجودة ومتميزة لأفراد عائلات الشجرة العائلة الموجودة ديها نربيهم لحد ما يصلوا مرحلة معينة وصلوا إلى سلوك إنتاج معين ومن خلال هؤلاء الأفراد بنختار أحسنهم ده النوع الثالث من الطريق الأسلاف الاتخاب النوع الرابع هو الاتخاب عن طريق اختبار النسل بالإنجليس يسموه بروجر تستين هذا النوع يحتمد على اختيار عجول يراد لهم أن يكونوا آباء لجال الغادمة في عمر مبكر هو مواصلة أو في الحقيقة الاختبار ده بيحتمد على النوع القبله اللي هو بانتخاب السلالة بيتم أفراد صغار في عمر مبكر جدا بناء على المعلومات الجيدة أو الشهرة الممتاز بها أسلافهم يعمل لهم عملية اختبار أو امتحان مثلا عاوزين نختار حيوانات لإنتاج اللبن بنختار سلالة مشهورة بنختار منها الزكور منهم صغار نربيهم لحد ما يصلوا مرحلة النضوجة الجنسي ونقوم نعمل لهم تزاوج داخلي مع أفراد من نفس العائلة مشهورات بانتاجها عالية ونخليهم يتزاوج معهم ويمتجوا أفراد ننتظر هذه الأولى الأفراد لحد ما هم يكبروا يعني بصفة عامة وبصرعة مثلا عندنا أربع جدا نختار منهم واحد كل عجل نحاول نخلي بعد ما يكبر وصل مرحلة النضوجة الجنسي نلقحهم مع أمهات ملدهم بعد ذلك المواليد يبقوا يكبروا بنتشوف إنتاج هاولاية المواليد ونغارل بتوصل إنتاج المواليد عشرين أو تلاتين في كل مجموعة مع أمهاتهم نشوف إذا فاغ الإنتاج ده بتاع الأباء الأبنادين معناهم كويسين يبقى عندنا كم مجموعة بعد ذلك بعد ذلك نختار ما هو أحسن في هذه المجموعات هذا هو أحسن أنواع الانتخاب وبيعالج كل المشاكل الأخرى وسريع وعادة هذا النوع من الانتخاب بنختاره لحيوانات الفحولة العوزنة للتلغاح الصناعي فبالتالي بسميه بروفان سيرث اللي هو من الإنجليز الفحولة وفي الخيل بنسميه الستيليونس وفي الضام بنسميه الرام يبقى معنا هذه الفحولة هذا مكلف واخي بياخد وقت طويل عشان انتخب حيوان بهذا الطريقة قد تاخد لها ستة أو سبعة سنوات عشان نصل للفحول اللي عاوزنه نحن لكن بعد ذلك من السببين منه في التلغاح الصناعي عشان نعوض الصبر والصبر ناو على هذا الحيوان يبقى ما هي الفايدة بالانتخاب فايدة الانتخاب ثلاثة أول حاجة بيساعد في عملية إعادة صياغة التركيب الوراسية فيه نمط جديد نحن ذي ما قلنا الانتخاب ما بجيب لنا حيوان جديد لكن بجيب لنا سلالة جديدة داخل هذه المجموعة بتركيبه راسية معينة نمط جديد أي تديني السلوك أحسن إنتاجي أو غزائي أو شكلا حتى عاما يساعد في عملية التحسين السريعي الانتخاب المواء الطبيعي بطيئ جدا لكن الانتخاب الممارس دائر صفة إنتاجية عالية بيشوفها الألماط المستعملة بيشوفها النوع المعين وبسرعة جدا بصل لسلالة بالذات على التغنيات الجديدة ترغيح الصناعي ونغل الأجنة وحتى الكلوني الاسساق دي كلها ساعدت في النغلة السريعة التحسين السريعي انتخاب تطبق على التغنيات معينة ذي ما قلنا ترغيح الصناعي أو نغل أجنة أو كولوني وبالتالي بيدينا حيوانات ونغلة سريعة جدا في حيوانات المعينة الفائدة التالتة يساعد الانتخاب في إنشاء سلالات جديدة تلائم البيئة المختلفة وده دي ما معرف دهنا أماط سلالات في ريزن سلالات جيرسي سلالات في الحيوانات الأخرى في الدواجن في الكل والأبضان في الخيل سلالات الركوب سلالات للصباق سلالات القفص الحواجس بكل كان عن طريق الانتخاب فبالتالي الانتخاب هو أسرع وسيلة للمساعدة في خلق الأماط الجديدة نستعلكم الله رسوله وشكرا جزيلا شكرا جزيلا